الخبر هو اللي عادنا عن بيسان اسماعيل وقمرطاي والتقاهم إيا بعض بعد إشاعة المشاكل اللي ما بينهم فقمرطاي صدر حالة حالياً شهر كامل في دبي وملتقتوا يا بيسان في الأغلب كان متوقع أنه يكون مشاكل ببيناتهم ولكن موضح هذا الشي لا فالتقوا ليهم إيا بعض وشان يستهزئون بلايش خاصة تطلعوا إشاعات عاكم رحطكم بستوريات شوفوها هاي هاي بس هيك اه لا تحكي معنا وانا ما بحكي معك اصح ولا انا انتي شجبك لأنا سينا انجل شجبك شو رأيك بس واقتي ولا مئتين بس واقتي لا مولا الدرجة لا ما بسوء مئتين ماما لا تسدقيا بيضاف أنه قمرطاي نزلت هذا الستوري تألمي خلال أنه اليوم رح تنزل لنا مقطع يا حبايب الساعة الخمسة في كتبه بلكومنتاج جيمة حمسين انتقل حالياً أنس وأصالة وانتهجموا الفضايا حتى تطلع عليهم بشكل مطبيعي فمتابعين أنس وأصالة يا حبايبي يلاحظون أنه أنس وأصالة ما يهتمون القناتهم الأساسية وانما أهواية كومنتات قاعدين يتهجمون عليهم ويقولهم أنه يرجعون مثل قبل وبالإضافة أنه يركزون أكثر شيء على قناتهم الأجنبية ويطورون بالمحتوى مالته هذا السبب أنه يطلع فلوس أضعاف القنات الأساسية فاكتبوا بلكومنتاج شاركهم هل تتفقون بهذا الشيء أو لا بالإضافة يا حبايب تشار فيديو الميلا صادم أنه شوفوا بنات آخر زمن أنه ميلا قاعد تحكي على الشباب أنه كل شباب راح يجون على البيت واللي شوفوا أنه هي قاعدة تفضح أمها طبعاً لا سمح الله أنه هي أحساس قاعدة تخون أنس الشاي وتجيب شباب استغفر الله طبع هذا الشيء والفيديو طبعاً ستسبب ضجة بشكل مطبيع ولكن مني هي البنية صغيرة ومو مسؤولة عن كلام هي أنا بعثة صغيرة فراح أطلقكم المقطع شوفوه لأن البوئيز يأتي اليوم من البوئيز؟ البوئيز هيجي من الشباب؟ شخص يأتي اليوم لا اعرف الشباب أعلم أعلم مع مين؟ شو عامت على الميرا؟ أتعلم بدأت تكيي آل مع الشباب الشباب جايين على البيت هذا الناص نعم 4 سنين والشباب جايين على البيت شو حتعمل أن يكون عمر 15 سنة و 20 سنة؟ أي شباب ما أبعرف سألي أيا مين؟ أي شباب سيطري مين؟ أعلم ما عادي بوئيز؟ عيونك بالأضلة ما تكتكي معي هاي بتربو هاي خمس سواني بس تربعين عشان تستفيدوا انتوني بالبيت ما شاء الله كل شي بيمشي بالشخص بشيء الحساسي صوات عملية خشم مادر صراحة بها سيزالي المقطع اليوم على قناة بيسار تسماعيل فاتذون بكمنتاج جيتم تحفزين هذا المقطع وبالختبع معن بارش دادا يا حبابوا يوصول قناتها باليوتيوب لثمان يوم متابع فانشاء الله الف مبروك أقبل ملايين أكثر يا رابط بمدرسني يا حباب يتبركونوا كلها بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي ووصولة حباب تناول صوت المقطع فاشتراوا بطملايكات أني كفيت زين من قدميك للقصص أحبكم وبس مع السلامة